حديث سيدنا مسروق عليه السلام عندما جاء لأمنا عائش رضي الله عنها وقال لها يا أماه أخبريني كيف رأى محمد الربة إنه الإعراج فقالت له يا مسروق ثلاثة من قال بهن فقد افترى عز الله يثمر عظيما من قال إن محمد كتم شيئا من ربه فقد افترى عز الله يثمر عظيما ومن قال إن محمد يعلم ما في غد فقد افترى عز الله يثمر عظيما ومن قال إن محمد رأى ربه فقد افترى عضا الله إخما عظيما فقيل إن سيدنا مصروق هب من اتجاعه على الأريكة وقال لها يا أماه أمهليني ولا تعجليني أنا ذلك وقد قاض الله سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين وقال في آية أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سجرة المنتهى عندها جنة المأوى فقيل إن أمنا عايشة قالت له يا مصروق أنا أول هذه الأمة سأل محمد على هذا السؤال فقال لي إنه جبريل وليس الله والله لا يرعى ودونك الآية لا تدركه الأبصال وهو يدرك الأبصال مثل هذا الحديث يا مولانا عندما قرأناه جعل في نفسنا شيء من يعني الانزعاب لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لتعرج بي جمعة ماضية وحاضرية ومستقبلي فرأيت الله وبالتالي الرؤية عندنا يعني كصوفية وكناس يعني عارفين في هذا الإطار إنه فعلاً قدرأ الله فبالتالي أنا أريد أن نوفق هل هذا الحديث هو صحيح أو ثم إذا كان صحيحاً يعني كيف نستوعب فيه حديث فرأيت الله أنا الرؤية فعلاً كانت رؤية بصر موكرة فأظهر هذا السؤال ممكن أن تبقى بكم الحمد لله حديث مسروك هو حديث صحيح في مسلم أخذها من ستناعيشة حتى قالوا لقد قف الشعر من سؤاله هذا الحديث صحيح وأنها ستناعيشة رضي الله عنها قالت ذلك لكن سيدتنا عائشة ليست هي يعني ليس المحيط بكل بكل ما جاء به جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء وفقوا بين هذا الحديث نور أن أراه ورأيت ربي إلى آخرها وفقوا بينها على أساس أن عائشة لم تبلغها الرؤية وأنها سألت عن جبري